سقوط طائرة رئيس دولة بحجم ايران واختفاؤها والعجز عن ايجاد حطامها لساعات الا بمساعدة دول الجوار يضع الجميع امام سؤال منطقي اين القوة والتكنولوجيا التي كانت تزعمها ايران امام العالم ولماذا قد يقتل رئيس طائرة صنعت عام 1968 رئيس الذي كان في طريق عودته من افتتاح سد على الحدود مع اذربيجان اختفت طائرته التي تدعى بدبور الجحيم تماما وكانت عملية البحث والانقاذ معقدة جوا بسبب الظروف الجوية السيئة والضباع وبرا كون المنطقة جبلية وفي الغابات لكن تم رصد مصدر حرارة عبر المسيرة التركية اكينجي لتبلغ السلطة الايرانية بتحديدها لمكان الحطار ليعثر على الرئيس الايراني ووزير الخارجية ومرافقيهم تتفارق الحياة برأيك هل كان هذا مجرد حادث ام لأحد مصلحة مما حدث